موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهد الكريم في الجزء الثاني من الفيديو 31 لفظ الجلالة الله في سورة يونس نستكمل الآيات التي ورد فيها لفظ الجلالة الله مرة واحدة فقط في سورة يونس وقوله سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين سورة يونس الآية 38 وقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون سورة يونس الآية 44 وقوله سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خاصر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين سورة يونس الآية 45 وقوله سبحانه وتعالى وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون سورة يونس الآية 46 وقوله سبحانه وتعالى قل لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعًا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون سورة يونس الآية 49 وقوله سبحانه وتعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون سورة يونس الآية 55 وقوله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون سورة يونس الآية 58 وقوله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سورة يونس الآية 62 وقوله سبحانه وتعالى لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سورة يونس الآية 64 وقوله سبحانه وتعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون سورة يونس الآية 66 وقوله سبحانه وتعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون سورة يونس الآية 69 وقوله سبحانه وتعالى فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين سورة يونس الآية 72 وقوله سبحانه وتعالى ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون سورة يونس الآية 82 وقوله سبحانه وتعالى وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين سورة يونس الآية 84 وقوله سبحانه وتعالى وقوله سبحانه وتعالى فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين سورة يونس الآية 85 وقوله سبحانه وتعالى سورة يونس الآية 95 وقوله سبحانه وتعالى وقوله سبحانه وتعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون سورة يونس الآية 100 وقوله سبحانه وتعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين سورة يونس الآية 106 وقوله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم سورة يونس الآية 107 وقوله سبحانه وتعالى واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين سورة يونس الآية 109 عزيزي المشاهد الكريم ورد لفظ الجلالة الله مرتان في سبع آيات في سورة يونس في قوله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه سالكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون سورة يونس الآية 3 وقوله سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أه الله أزن لكم أما على الله تفترون سورة يونس الآية 59 وقوله سبحانه وتعالى وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لزو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون سورة يونس الآية 60 وقوله سبحانه وتعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون سورة يونس الآية 68 وقوله سبحانه وتعالى واطلوا عليهم نبأ نوح إسقال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركائكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون سورة يونس الآية 71 وقوله سبحانه وتعالى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به الصح إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين سورة يونس الآية 81 وقوله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين سورة يونس الآية 104 وعزيزي المشاهد الكريم ورد لفظ الجلالة الله سلاس مرات في آية واحدة فقط في سورة يونس وهي الآية رقم 18 من سورة يونس وقوله سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون سورة يونس الآية 18 وفي نهاية هذا الفيديو أرجو عمل لايك وشير ليصل هذا الفيديو إلى أبعد مدى الاشتراك بالقناة يشرفني ويسعدني وأشكركم على حسن المشاهدة وإلى أن نلتقي في فيديوهات أخرى من سلسلة كلمات الحكمة ونور القلوب كلمات من كتاب الله القرآن الكريم أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة